استدامة البنى التحتية مسمى متطور ترتكز عليه معظم خطط الدولة في تنفيذ المشاريع المستقبلية فماذا سوف تقدم الاستدامة مستقبلا للمواطن من مميزاته؟ الإضافة للمواطن أن المواطن يتعامل مع شبكة بنية التحتية حديثة ستكون سواء من طرق أو شبكات صرف صحي أو شبكات صرف أنطار أو مياه ستكون حديثة ومتواكبة اليوم عنا في عصر التكنولوجيا وعصر التلفونات الذكية وأصبح لنا أيضا نواكب في البنية التحتية أن تكون أيضا بنيتنا التحتية الذكية ومستدامة خطة التنمية اللي طبعا الدولة تغوم فيها والمشاريع الضخمة والطموحة أصبح اليوم على كافة وزارات وهيئات الدولة مواكبة آخر ما هو معمول فيه من تكنولوجيات وتطبيقات فيما يخص البنية التحتية فقدان المشاريع الحالية للاستدامة والدقة في التصميم عاملان يؤثران بشكل كبير على صحة الإنسان ومن المبادى الأساسية التي تعتمد عليها البنى التحتية المستدامة الكفاءة والتنافس الاقتصادي في توفير بنية تحتية للمجتمع إلى جانب تحقيق أقل ضرر بيئي وضع تأثير البيئة بالحسبان من خلال أي مشروع قادم سيكون له أثر إيجابية على المدى البعيدة طريقة اللي احنا بنبني بيها دلوقتي واللي بنبني على البيئة مشروع كثيرة الجديدة لازم لازم تاخد بالهم اللي بيحصل للإنفيرومنت والبيئة تأثيرنا على البيئة كبير جدا خصوصا حتى في مجال النقل والترانسبورتيشن مجال المرور والعربيات ده أكتر حاجة بتأثر على وبتأثر على الحوادث في حوالي واحد وثلاثة مليون من عشر مليون واحد بيموتوا كل سنة خارطة طريق تدعم تطوير أنظمة البنى التحتية المستدامة فضلا عن استكشاف الفرص من البحوث العلمية والعملية أمراني شدد عليهم المختصون للوصول إلى بنية تحتية شاملة مستدامة لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي